السلام عليكم ورحمة الله حبايبي سينير تو اهلا وسهلا بكم بناء على رغبة الناس اللي ما حضرتش معانا الحصة الاولى فانا هعمل سمري على الجزئيات اللي احنا اشتغلناها يعني ان شاء الله بازن الله ايفن حتى الناس اللي ما حضرتش معانا لسن وان او حتى لسن تو هتعرف تجمع القصة معانا بتاعة التريج بتاعة النهاردة وهقول لحضرتك ازايك وازاي ما عليك وازاي المنهج اللي عليك المنهج اللي عليك اللي احنا هنشتغله النهاردة ان شاء الله منهج التريج اللي هو بيتلخص في حاجتين حاجة اسمها بستخدم حاجة اسمها وحاجة اسمها بس قبل ما نبتدي القصة دي يلا بينا نراجع على شوية اساسيات المفروض ان هي تبقى موجودة وانا بقولك مش مشكلة حنذاكر كل حاجة سوا حتى لو في حاجة فيتاك من السنين اللي فاتت مفيش مشكلة مش ضروري الحاجة اللي انت كنت ممكن تستوعبها في ساعة زمان النهاردة انت كبرت زيادة الحاجة اللي انت ممكن تستوعبها في ساعة السنة اللي فاتت حتستوعبها معايا السنة دي في دقيقة واحدة يلا بينا نتوكر على الله حبتدي معاكم القصة لو انا عندي right angle triangle وعندي انجل اسمها سيتا الانجل دي الصيد اللي قصادها بسميه opposite الصيد اللي قصاد 90 بسميه hypoteles واللي لازق في الانجل بسميه adjacent كان عندنا حاجة اسمها basic trigonometric function وعندي حاجة اسمها reciprocal كلمة reciprocal معناها ايه؟ معناها multiplicative inverse السين عبارة عن opposite over hypotenuse ال cosine adjacent over hypotenuse التان عبارة عن opposite over adjacent كلمة كوسك ملتبليكاتف انفرس للسين وكلمة سك ملتبليكاتف انفرس للكوزين وكلمة كوتان ملتبليكاتف انفرس المين يا جماعة للا تان كان عندنا special angles اللي هو 30 و60 و45 التلاتين و60 لو حطرهم جوة triangle بالشكل ده دايماً side which opposite to the 30 degrees equal 1 unit يبقى ال hypotenuse ب2 unit يبقى ال adjacent بيساوي 1 unit زي ده بس بكتب جمي منه روت 3 بمعنى لو الصيد ده مثلاً بخمسة يبقى ال hypotenuse بعشرة يبقى ال adjacent بخمسة روت 3 يبقى لو الصيد اللقصاد التلاتين say sorry بزفت يبقى ال hypotenuse ب2 زفت يبقى ال adjacent بيساوي زفت تايم زرود 3 خلص الكلام طب ال 45 ال 45 لو الصيد اللقصاده ب1 unit ماهي دي 45 و90 يبقى دي زيها برضو بكاما جماعة ب45 يبقى معنى كده ان الصيد ده ب1 unit يبقى الصيد ده عبارة عن روت 2 طب لو الصيد ده بخمسة يبقى الصيد ده بخمسة يبقى الصيد ده بخمسة وحكتب جمي منه مين يا جماعة روت 2 انا بقولك الكلام ده ليه بقولك الكلام ده عشان اوفر لك دقيقة في حل السؤال ماهو متستهونش بدقيقة في حل كل سؤال لو كل سؤال اقتصدت منه دقيقة حاجة على اخر الامتحان يبقى انا وفرتلي 20-25 دقيقة اقدر اراجع فيهم او اقدر احل فيهم سؤال انا ماكنتش عارفه اساسا في الامتحان طب يلا بينا جماعة كده والرسمة الجهنمية اللي قدامنا دي خلي بالك يا راش مهندس انا لما جيت قسمت ال4 quadrants ده كنت بسميه first quadrant وده كنت بسميه second quadrant وده كنت بسميه third quadrant الفرست quadrant من الزيرو للنينتي اللي بتكافئ باي اوبر تو السكند كودرانت اللي هو من النينتي لغاية النونهندردUNG اللي بتكافئ باي الثرث كوادراند اللي هو من 180 إلى 270 اللي بيكافئ 3 باي أوفر 2 بالرادية الماجر يعني الفورث كوادراند من 270 لغاية 360 اللي بتكافئ 2 باي احنا كنا خدنا كلمة السنة اللي فاتت اسمها أستيك رول كلمة أستيك يعني A يعني S يعني T يعني C أول حرف A موجود في الفورث كوادراند اختصار لكلمة أول تاني حرف S اختصار لكلمة ساين والرسيبروكل بتاعتها كوسك تالت حرف T اللي هو اختصار لكلمة تان والرسيبروكل بتاعتها اللي هي كوتان رابح حرف C اللي هو اختصار لكلمة كوزين والرسيبروكل اللي هو سك الفورث كوادراند كلمة أول بيت العيلة كل التريجنومتريك فانشنز كلهم بيبقوا بالبسطف يعني لو عندي أنجل المجر بتاعه 50, 60, 70, 40 موجودة في الفيرست كوادراند الأنجل دي حبيتها جيب الساين أو الكوزين أو التان أو الكوتان أو السيك أو الكوزيك يطلع لعدد قيمة عددية بالبسطف لو عندي أنجل موجودة في الساكند كوادراند بمية, مية وعشرين, مية وثلاثين مية واربعين, مية وخمسين حبيتها جيب الساين أو الكوزيك يطلع لقيمة عددية بالبسطف لكن الباقي يطلع لقيمة عددية بالنجتف كذلك الأمر في الثرد وفينا جماعة في الفورت كوادراند تمام لو عندي أنجل اسمها سيتا أكيد بـ 30, 40, 50 لو حبيت أعبر عنها في الفيرست كوادراند لزود منها حاجة ولزود عليها حاجة ولنقص منها حاجة يبقى كنت بقول أن سيتا هتفضل سيتا في الفيرست لو نفس الأنجل دي عاوز أعبر عنها في الساكند كوادراند هعمل 180 مينوس لو نفس الأنجل دي عاوز أعبر عنها في الثيرد هعمل 180 بلس لو نفس الأنجل دي عاوز أعبر عنها في الفورت هعمل 360 مينوس في مشاكل الكلام؟ لا مفيش مشاكل الكلام يا مستر ننقل على حتة تانية وخلي بالك الله يكرمك لو انا عندي اي تراينجل بالشكل الجميل بتاعك ده انا كنت بسمي ده مثلا ادي اي و ادي بي و ادي سي انا بستخدم الكابيتل لترز توريبريزنتينج للانجلز بتوع التراينجل وبستخدم اللي سمول لترز توريبريزنتينج للسايدز بتوع التراينجل انجل اي وصدها سايد اي سمول انجل بي وصدها سايد بي سمول انجل سي وصدها سايد سي سمول يبقى السي اللي هو اب الA اللي هو بي سي الB اللي هو مين يا جماعة اللي هو الA والСي لغاية هنا في مشاكل الحمد لله ما عندناش مشكلة طيب ايه قصة المنهج بتاع الترج بتاعنا السنة دي. ركز معايا انا كل القصة بتاعت حضرتك ان انا بعمل حاجة اسمها Solving Triangles يا مستر نعم يعني ايه كلمة solving هو اي ترينجل يا جماعة بيبقى فيه كم سايد بيبقى فيه ثلاث بسميه ايه وقادي بيه وقادي سي احنا اتفقنا مع بعض ان الصيد اللي ابزت لعينجل ا ا ا سمول والصيد اللي ابزت لعينجل بي بي سمول والصيد اللي ابزت لعينجل سي سمول ازا اي ترينجل بيبقى فيه كم ايليمانت؟ 6 ايليمانت تلاتة صيد وتلاتة انجلز كلمة solving معناها ايه؟ معناها ايجاد المجهول اللي في التراينجل find side معين او find angle معينة ده اسمه ايه؟ اسمه solving التراينج طب بلجأ لايه؟ بخبط الباب على ايه؟ علشان ابقى اعرف اعمل solving التراينجل بلجأ لحاجة اسمها sign rule او بلجأ لحاجة بالمرة اسمها cosine rule هم دول القانونين اللي انا بستخدمهم to solve any triangle طب بستخدم sign rule ليه؟ عشان اعمل solving بستخدم cosine rule ليه؟ عشان اعمل solving طب بستخدم cosine rule امتى؟ وبستخدم sign rule امتى؟ قال لي بستخدم sign rule لما يبقى عندي given في المسألة اتنين angles and a side بستخدم cosine rule انت في حالتين اتنين مش حالة واحدة زي sign لما يبقى عندنا اتنين sides and a included angle اور لما يبقى عندي ثلاثة sides طيب what about for sign rule بيقول لي ايه؟ طب وبالنسبة لل cosine rule بيقول لي ايه؟ غير الالم وحوريك انا بقول لك السين rule المنطوق بتاع الثيري بيقول ايه؟ النظرية بتاعت السين rule بتقول ايه؟ بتقول ان التلاتة sides بتوع triangle اللنتظرية the three sides of the triangle are proportional to the sign of the opposite angles يعني side a with side b with side c proportional يعني a over equal ال B over equal وال C over ال A over sign الانجل اللقصاده وال B over sign الانجل اللقصاده وال C over sign الانجل اللقصاده يبقى A over sign A equal B over sign B equal C over sign C والوراية تاني A over sign A B over sign B C over sign C equal بالمرة اتنين قاط يا مستر مين ال R قالك radius بتاع ايه بتاع circle بس مش اي circle اي circle قالك ال R ده عبارة عن radius of the circle which passing through the three vertices of the given triangle يبقى مين ال R قالك radius بتاع circle اللي بتمر بالثلاثة vertices of the triangle اللي احنا بنسميها circumcircle of the triangle طيب what about for the cosine rule يا مستر هقول لحضرتك ال cosine rule بستخدمه لما يبقى عندنا اتنين sides under included angle بستخدمه لما يبقى عندي التلاثة sides في حالة ان انا عاوز اجيب side ما بجيبهوش لوحده بجيب ال power 2 بتاعه طيب المفروض ان اي side لل power 2 بيساوي مين as a rule لل cosine rule قالك عبارة عن the sum the sum of the squares of the other two sides يبقى ال a power 2 equal the sum of the squares of the other two sides اللي هو b power 2 واللي هو c power 2 minus اتنين منهم اللي هو b c cosine الانجل اللي بينهم هو بين ال b وال c انجل مين يا جماعة انجل a ده في حالة ان انا عاوز اجيب side يبقى ال a power 2 بيساوي ال b power 2 plus c power 2 minus 2 b c كوزين انجل a يبقى الاي side لل power 2 عبارة عن the sum of the squares of the other two sides مينس اتنين منهم كوزين الانجل اللي بينهم في حالة ان انا اجيب انجل كوزين a بتساوي fraction بتانية مستر كوزين a بتساوي fraction مين دي انجل اي مين دي انجل اي عبارة عن b power 2 plus c power 2 مينس لف وارجع تاني وتقولي ايه power 2 يبقى ال a b power 2 plus c power 2 مينس ال a power 2 over حطيلي نقطتين هنا عشان ما تنساش هتقولي اتنين b c وقضية الامر دول التلت قوانين اللي بقولك لو سمحت من فضلك اعرفهم لي كويس الموضوع انتهى اه الموضوع انتهى بالنسبة لكلمة solving a triangle اللي هو يعتبر المنهج بتاع التريج بتاع الترمي الاول كلمة solving بشتغل بساين رول بشتغل بكوزاين رول بشتغل بساين رول امتى لما يبقى عندك اتنين angles وصايد بشتغل بكوزاين رول امتى لما يبقى عندك اتنين sides والانكلود او لما يبقى عندك الثلاثة sides الساين رول بيقول ايه ان the length of the three sides of the triangle اللي هو ال a وال b وال c are proportional are proportional are proportional to the sign of the opposite angles يبقى ال a over sign a equal b over sign b equal c over sign c equal في النهاية حاجة اسمها 2r من ال r قالك radius بتاع السيركل اللي بتمر بالثلاثة vertices of the triangle طب وتبقى اتفروا ال cosine rule قالك اي side للpower 2 في الترائنجل عبارة عند the sum of the squares of the other two sides minus اتنين منهم cosine الانكل اللي بينهم طب وبالنسبة للكوزاين كوزاين a equal b power 2 plus c power 2 minus left وارجع تاني a power 2 over 2 pc والسلام عليكم ورحمة الله طب جماعة بعد ما قلنا النظري بتاع السيركل وكوزاين رول لان هو في الامتحان مش هقولك حل ليه للسؤال ده بالسيركل او حل السؤال ده بالكوزاين رول لا هو مديلك الادوات ولك استخدمها وحل طب انا دلوقتي مش عارف ايه القصة بيقولك d e f ده عبارة عن ترائنجل بعد اذن حضرتك ارسم لي ترائنجل اسمه d e f d d small e small f f small تمام تمام بيقولك ان d بتسوي 80 وال e بتسوي 60 اوتوماتيك كده وانت شغال زي الباشا 60 80 140 بالانجل d 40 وبعدين بيقولك ال f ب 12 ده ب 12 عايز ايه قالك هنا يبقى ال d بيسوي كام ومش عاوز final answer ال d بيسوي كام اللي هو ده ما تفضيش الالم بتاعك انت عايز ده اللي هو d والمفروض انه هو over sign الانجل لقصاده اللي هي sign 80 بيسوي حاجة معلومة قدامك اللي هو ال f 12 على sign ال f اللي هي sign 40 انا خلصت يبقى المفروض ان d بيسوي ده times the over ده يعني 12 times sign 80 divided by ادي كلمة sign 40 وقضية الامر which choice رقم ميلا جماعة رقم الا بس كده اه بس كده تعالي في رقم اتنين بيقول in the opposite figure مالو ال a d parallel خلي بالك دي معلومة لا يستهان بها اي given موجود عندك في المسألة ده يعتبر بمثابة الطريق اللي رسمه لي علشان امشي فيه عشان اوصل للي هو عاوز ال a دي parallel yes ال a b بربعة سنتيمتر يعني ده كده بربعة سنتيمتر measure of angle d ac d ac 40 measure of angle b 60 then the length of ac اللي هو ده بيسوي كام متوحد الله يا باش مهندس انا عندي ده parallel لده هو لو انا ماشيت كده ونزلت كده وماشيت كده يبقى الانجل دي زي ها بربعين ليه alternate angle المفروض انه هم form the letter z طب ما دام الانجل دي بربعين والانجل دي ب60 يبقى بديه ان الانجل بتاعتنا دي بتسوي كام 80 انت عاوز مني ايه انا عاوز منك ال a c بقولك ايه شايف تريانجل الامور اللي انا هعمله لك فكك من اللي فوق ده خلاص انا عندي تريانجل ده الصيد ده اوبز لانجل c يبقى حسمي c small والصيد ده اوبز لانجل b يبقى حسمي b small والصيد ده اوبز لانجل a حسمي a small انت طالب مني كلمة ال a c ال a c اللي هو ال b يبقى هقولك ال b oversign الانجل اللي اللي هي بتساوي ال 60 الكلام ده بيساوي بيساوي مين جماعة جوكر صيد والانجل اللي هو c باربعة على صين c اللي هو صين 40 قضية الامر يبقى ال b بتاعتنا بتساوي ده times d over ده يبقى اربعة times sign ال 60 divided by sign ال 40 يبقى الكلام بتاعنا يطلع بكام يا جماعة او approximated لكام يطلع approximated ل5 centimeter والموضوع بتاعك خلص خلاص طب يلا بينا نبص على رقم 3 بيقول a circle ومالو with a diameter length 20 يبقى مين العشرين ده عبارة عن 2 r لان هو الكلام على مين على diameter يبقى عبارة عن 2 r قال passing through the vertices of the triangle ABC which is an acute angled triangle in which 10 BC يساوي العشرة بقول لك لو عندك triangle بتاعك اسمه a و b c دلع نفسك وانت بتحل a b c c بيقول bc اللي هو a b ساوي 10 وكمان بيقول لك انا عاوز منك major of angle a متوحد الله انا هقول لك ان a over sine a قانون sine rule بيقول a over sine a equal b over sine b equal c over sine c equal to r 20 20 20 10 على sine a 20 20 over 1 sine a 10 20 20 20 الهالف بتساوي ساين ايه يبقى انجل ايه اكوال شفت ساين هالف يعني بتساوي كنا جماعة تلاتين خلي بالك انا ممكن احط لك السؤال ده بطريقة تانية عارف يا باش مهندس عارف يا باش مهندس في السؤال ده لو ما قليش كلمة اكيوت انجل تريانجل كانت الاجابة بتاعت انجل ايه ليها حلين ليه على اساس ان ساين انجل ايه تلعت قيمة بالبوستف هو انت الساين يكون بالبوستف يا في بيت العيلة اللي هو الاول يا في بيت الساين اللي هو التاني طب لو عملت شفت ساين هالف وتلعب تلاتين التلاتين عاوز اعبر عنها في الفرس لا زود عليها حاجة ولا نقص منها حاجة طب التلاتين عاوز اعبر عنها في الساكند كوادرانت هعمل 180-30 يطلع لمية وخمسين بالمناسبة ساين تلاتين بهوف وساين مية وخمسين برضو بتساوي مين يا جماعة بتساوي الهوف لو ما قالش كلمة اكيوت كان هيبقى عندي بدل الحل كم حل حلين لكن هو قال لي هنا اكد يبقى انا ما عنديش غير حل واحد بس يبقى الانجل بتاعتنا بتلاتين يبقى اللي تشايس بتاعنا هيبقى رقم مين يا جماعة رقم الايه سؤال رقم اربعة بيقولك ايه ان ترانجل اي بي سي اف دا راديس اوف ايتس سيركم سيركل ايكوال اربعة يبقى مين الاربعة دا دا اللي هو الار قالك يبقى الاي زائد البي زائد السي عام الحج هو اساسا اساسا مش عندك الايه اوفر ساين ايه بتساوي البي اوفر ساين انجل بي بتساوي السي اوفر ساين انجل سي الكلام دا بيساوي اتنين ار طب دا بيساوي اتنين ار ودا بيساوي اتنين ار ودا بيساوي اتنين ار ولو جماعة اللي فوق دول كلهم على بعض اللي هو A زائد B زائد C على ساين A زائد ساين B زائد ساين C برضو بيتساوي كما جماعة اتنين R يبقى A زائد B زائد C اجمع فوق ساين A زائد ساين زائد C اللي هو جماعة اللي تحت يطلع لي برضو كان اتنين R واساسا الرادياس بتاعك بيساوي اربعة يبقى الكلام عبارة عن اتنين R يبقى اتنين فاربعة يبقى اللي جاة بتاعتك بتساوي كام بتساوي الثمانية يبقى اللي تشويس الصحيح بتاعنا حيبقى رقم مين يا جماعة رقم C ندخل على اكزامبل رقم خمس وبيقول لي ABC is a triangle in which C بكذا وميجر في أنجل A وميجر في أنجل B find to the nearest hundredth H of B and the length of the radius of the circumcircle بقول لي حضرتك ايه؟ ما تيجي نرسم التريانجل لو رسمت تريانجل كروكي كده اهو 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 كروكي ليه يا مستر بترسمه؟ عشان احط الجفن ادي A و ادي B و ادي C هنا كلمة C هنا كلمة B هنا كلمة A يلا بينا نشوف هو مدلنا ايه؟ التريانجل ده السيب تسعتاشر السيب تسعتاشر بيقولك مجر في أنجل A بمية واتناشر يبقى هنا مية واتناشر كروكي يا؟ وبعدين بيقولك مجر في أنجل B بثلاثة وثلاثين الأنجل دي بثلاثة وثلاثين عايز منك ايه؟ قال لي find to the nearest hundredth H of B عايز ال B بكام؟ لحظة 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 عايز ده بكام؟ و ايه كمان؟ and the length of the radius of the circumcircle of this triangle حاضر يا باشا بقول لحضرتك ايه؟ هو مجموع الأنجلز اللي في أي تريانجل بيسوي كام؟ بيسوي 180 طب الأنجل دي والأنجل دي بتسوي كام؟ 135 145 بل الأنجل دي بتسوي كام؟ 35 على أساس أن مجموعهم الثلاثة بيسوي 180 انت عاوز مني بيه؟ ادي بيه على صين الأنجل اللي أقصاده اللي هي صين 33 بيسوي صيد أوريدي موجود بتسعتاشر على صين الأنجل اللي أقصاده اللي هي صين 35 يبقى البهاية بتاعتك بتسوي ده times ده over ده يطلع؟ 18 بس هو كان بيقول لي approximate the nearest hundred هو المفروض عندك point zero الفور طب الهاندرث يعني ايه؟ يعني أنا عاوز رقم كمان هنا يطلع واحد جماعة كلمة هاندرث يبقى أنا عاوز two decimal places يبقى أنا عاوز رقمين اتنين بعد البوينت يبقى أنا محتاج الرقمين دول يكونوا معايا هبص على اللي بعدهم كده كده هيتكنسل بس هيتكنسل ويزود واحد ولا يتكنسل بس هنا هيتكنسل بس ليه؟ لو هو خمسة و أزيد هيتكنسل بس يزود اللي قبل منه واحد لو هو أقل من خمسة يتكنسل بس يبقى العدد بتاعي الأساسي هيساوي 18.04 ولازم يتكتب كلمة .04 طب وبعدين عاوز ايه كمان؟ قال لي عاوز الradius يا شباب ما انت عندك 19 over 35 بيساوي كام؟ قال لك 2R القيمة العددية دي هيطلع لك عدد هتقسمها لي على الاتنين يبقى الvalue بتاعة الR هتساوي كام؟ نقول 16.56 جماعة برضو كان بيقول لي approximate the result to the nearest two decimal places هبص على الرقم ده أنا عايز الاتنين دور كده كده هيتكنسل هيتكنسل هيزود حاجة؟ لا ده ضعيف أقل من الخمسة يبقى يتكنسل بس يبقى الرقم بتاعنا approximated 16.56 وقضية الأمر جماعة ده كده ايه؟ ده كده شوية مسائل على مقصهم يعني كده بالنسبة لل sign rule طيب شوية مسائل كمان كده جماعة رقم واحد وانا مش عاملك مفاجأة ولا حاجة بس المسائل دي هتعالي نقرر هنشتغلها في sign rule x y z side opposite x x small z small y small بيقولي ال x بيساوي خمسة وال y بتساوي ثلاثة وماجهرة في أنجل z بتساوي اتنين باي على الثلاثة ال باي دي حضرتك بتعود عنها بمية وتمانين مية وتمانين على الثلاثة ستة في اتنين بمية وعشرين two sides and the included angle بشتغل باي يا جماعة بشتغل بكوزعين رول عايز مني ايه؟ عاوزة زد اللي هو ده اي side للباور 2 بيساوي the sum of the squares of the other two sides اللي هو مين؟ اللي هو ال x أبو خمسة اللي هو ال y أبو ثلاثة منس اتنين من هم اللي هو اتنين في خمسة في ثلاثة كوزاين الانجل اللي بين هم اللي هي كوزاين مية وعشرين اللي هي بنيجيتف هوف يبقى الزد بتاعتنا بالاختصار تطلع تطلع ب7 سنتيمتر يبقى الاجابة بتاعتنا هتبقى رقم ايه؟ ليه اشتغلت بكوزاين رول يا مستر؟ عشان عندنا اتنين sides and the included angle جماعة بيقولي هنا in triangle ABC وماله؟ يبقى معنى كده ان ال ABC ده ما هوش رز بلبن لا اما الايه؟ ده عبارة عن triangle triangle يبقى انجل ايه؟ زائد انجل بي زائد انجل سي بتساوي مية وتمانين وبعدين وبعدين عندك هنا الايه زائد البي بيساوي مية وتمانين مينس سي ودي تسين ناحياتا وبعدين لو حطيت ده براكت يبقى حط ده براكت لو كتبت هنا كلمة كوزاين حكتب هنا كلمة كوزاين تبتفت يا مستر ولا بتعمل ايه؟ لا والله ليه ما كتبتش ساين ولا تان ولا كوتان ولا ساك ولا كوساك لشان هو عايز كوزاين ايه زائد بيه؟ فانا بوجد له الحاجة اللي هو عاوزها طب الكلام بتاعك ده بيساوي مية وتمانين مينس مية وتمانين مينس انجل موجودة في الساكند كوادرنت والساكند كوادرنت ده ديت الساين يبقى الكوزاين يطلع بالنيجيتف يبقى نجيتف كوزاين السي اقفش في ديه وهاتلي الناتج الكلام بتاعك بيساوي نجيتف برا وهاتلي قانون الكوزاين rule كوزين سي عبارة عن فراكشن سي يبقى a power 2 زائد b power 2 مينس الف وارجعتني c power 2 والنقطتنا هم اتنين a b طيب النيجتف دي بتاعت اللي فوق ولا بتاعت اللي تحت بتاعت واحدة منهم بس يعني الكلام بيساوي دخلهالي على اللي فوق تبقى negative a power 2 negative b power 2 positive c power 2 على اتنين a b طب انهي واحدة في اللي قدام حضراتكم ده انا شايف ان هي هيبقى اللي choice الصحيح بتاعنا هيبقى رقم دي ال a power 2 بالنيجتف وال b power 2 بالنيجتف وال c power 2 بالبوستف والتنين a b موجودة يبقى ده الاختيار السليم بتاعي رقم ثلاثة بيقولك ايالك اربعة كلمة ساين انجل a بتساوي ادي ثلاثة وبعدين ساين انجل b بتساوي وبعدين بيقولك ستة وبعدين ساين c عايز ايه؟ قال لي عاوز منك major of angle c اه قذرة major of angle c اجيبها لك من فين major of angle c انا شايف من هنا ممكن اجيب لك ال ratio between sides ازاي؟ هو احنا مش عندنا ان الاطوال بتاعت sides proportional to the sign of the opposite angles اه؟ بس المفروض ان الساين رول ما فيهوش كلمة اربعة جنب الساين ولا تلاتة جنب ساين ولا ستة جنب ساين وحقسم على التلاتة انا عندي مشكلة ستة حقسم على ستة حقسم على ستة حقسم على ستة حقسم على ستة يجرى حاجة؟ ما جروش يبقى معنا كده هيبقى عندك كلمة ساين انجل a over equal عندك ساين انجل b over equal عندك ساين انجل c over بص يا هندسة الاربعة راحت يتبقى دول تلاتة في ستة بكام؟ بطمانتاشر التلاتة راحت اربعة في ستة بكام؟ باربعة وعشرين الستة راحت اربعة في تلاتة بكام؟ باتناشر حابصة لاقي ان المفروض ساين a over ساين b over ساين c over يبقى الاهاية دي representing المين؟ او بتمثل مين؟ بتمثل السايد ايه واللي اربعة وعشرين بتمثل السايد بي والا اتناشر دي بتمثل مين؟ السايد سي اذا لما اجا اقولك ال a to b to c عبارة عن 18 to 24 to 12 كم يا جماعة؟ 12 بس انا شايف ان الارقام دي مبالغ فيها ممكن احطها في السامبلس 4 طب كلهم كان بي دفاديد بي 6 يبقى لو اسمتهم على 6 هيبقى عندك 3 وعندك 4 وعندك 2 ده مين ده جماعة؟ قالك يا باش مهندس ده representing ال a وده representing ال b وده representing انجلس c تعايز مني ايه؟ قال لي انا عاوز منك كوزاين سوري عايز منك انجل c ما انا اعتبر عندي sides مدام عندنا التلاتة sides ينفع يجيب انجل باستخدام كوزاين رول يبقى انا استخدمت ساين رول وفي نفس الوقت باستخدم كوزاين رول في نفس السؤال طب انا عاوز مجر في انجل سي فانا هقولك هنا كوزاين انجل سي بيساوي سي فانا هكتب a power 2 زائد b power 2 minus c power 2 over 2 a b مستر بس هل دي اطوال حقيقية؟ لا دي ريشيو بس مش مهم يعني ممكن اقولك ان الاب يساوي 3 3 ام باربعة اربعة ام اتنين اتنين ام بس اقولك على حاجة انت ممكن تستخدم الرشيو لايجاد الانجل من غير ما تقول امات ليه؟ لان كده كده الامات اللي فوق والامات اللي تحت هيطيروا بعض مش مهم طيب طيب الف كام بثلاتة اذا ريشيو اشتغل بيها طب ثلاتة power 2 بتسعة طب الف كام باربعة للpower 2 بستاشر طب السيف كام بثنين للpower 2 بكام باربعة وبعدين ادي اتنين عندك انجل اي سوري عندك الاي بيساوي ثلاتة وعندك البي بيساوي اربعة تسعة ستتاشر خمسة وعشرين اربعة واحد وعشرين اتنين تلاتة ستة طب احضم يبقى كلام بتاعك divided by 3 7 divided by 3 8 7 على 8 ده اللي هو كوزاين C هعمل shift cosine 7 على 8 يطلع Approximated shift cosine 7 over 8 divided sorry divided by 7 يا جماعة equal to 3 divided by divided by 3 equal to 7 مضبوط و divided by مضبوط 29 7 over 8 divided by 3 divided by 3 equal to 29 والموضوع انتهى في مشاكل بتهيأني لا طيب تعالاني في رقم 4 وبيقول لي in the opposite figure ABCD is a parallelogram أستحضر كل البروبرتيس بتاعة الparallelogram H to opposite sides are equal H to opposite sides are parallel تمام عايزي قال لي ABCD is a parallelogram الABD بيسوي 80 الانجل الBD بسبعة ده كده بسبعة ماشي الAB بخمسة ماشي وبعدين بيقول لي then the parameter of the parallelogram بيسوي كام استنانا بيش عندي side وعندي side ممكن لو سمحت تستخدم التريانجل ده الأول التريانجل ADB هتستخدم تعمل في إيه هاتلي side ده ليه بيسر ما انت عندك two sides will include angle two sides will include angle بتستخدم كوزاين رول لو عاوز تجيب side ده power 2 يعني AD للpower 2 بيسوي فايدة الألفاظ اللي احنا بنقولها أي side للpower 2 equal the sum of the squares of the other two sides اللي هو خمسة وسبعة minus 2 منهم اللي هو الخمسة والسبعة كوزاين الانجل اللي بينهم اللي هي كوزاين 80 اخبطي الأرقام ده كلها في بعضها هشوف هالي بكام هتبقى representing المين لل AD power 2 يبقى الAD هجيب له square root بتاعه يطلع 7.86 ده مين ده هندسة يا هندسة يا هندسة الAD تلعب 7.86 ثم هده side opposite ليه يبقى 7.86 ثم side ده بخمسة بقى opposite ليه بخمسة البرامتر بتاع البرامتر عبارة عن مجموع sides يبقى هعمل ده زائد ده زائد ده زائد ده أشوفه بكام وهو بيقول to the nearest centimeter يعني مش عاوز decimal places خالص يطلع 25.72 25.72 الله إلحق يا ولا 25.72 اختار 25 اطيدك أما الحامل ايه أنا عاوز الرقم ده حابص على اللي بعده حلاقيه اكتر من الخمسة هي cancel بس يزود اللي قبل منه واحد يبقى approximated ل26 يا هندسة كده انت انسان محترم ومحترم جدا طيب برضو على ما قسم كده جماعة ناخد example كمان example كمان example كمان طيب جماعة يعني ده طبعا ما هواش الدرس كامل يعني بس أرجو من الناس اللي ما جاتش من أول حصة تكون استوعبت وأرجو من الناس اللي سمعت مننا الدرس تكون ثبتت المعلومة وطبعا مش حنسبكم هنعيد ونزيد أكتر من مرة وحنحل مسائل كتير جدا 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 على أساس ان الماف نحل كتير وخلي بالك المفروض ان الماف المذاكرة بتاعته مش بعينك انت ممكن تفهم بعينك وتفهم بدماغك وتفهم بودنك بس ايدك ما فهمتش كم حد فيكم كم حد فيكم بنقى عارف يحل السؤال بس مش عارف يكتبه أنا سامع في ناس كتير بتقولي اه احنا دايما أو في أوقات كتير قوي بنبقى عارفين نحل بس مش عارفين نكتبه ازاي وعلشان كده لازم ايدك كمان تفهم تكتب حل السؤال ازاي جود لك يا جماعة وان شاء الله بإذن الله تبقوا احسن من كده بكتير جدا 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 والماف احسن حاجة في الدنيا سلام عليكم